أهلا ونسرح بكم طلاب أكاديمية القيوم الطبية في محاضة جديدة من كورس اليمبيريولوجي أو علم التكوين الجنين طلاب في هذه المحاضرة والمحاضات التي تتليها راح نبدأ نحكي شباب عن أو لخينا نقول عملية تكوين وتطور القلب و جهاز الدوران خلوا باكم طلاب راح نفتهم احنا بالمحاضة الجاية القلب شون راح يتكون كيف سوف ينشأ وخلوا باكم شباب المخ والقلب هم أول أعضاء اللي تظهر بالجنين والمخ يظهر قبل القلب يعني خلو باكم شعب أنه البرين والنيرف السيستم يتطور قبل الهارت و اللي راح نستطيعهم طلاب كيف تتم هذه العملية ما هي مكوناتها ما هي مراحلة شعب خلوا باكم أنه كل اللي حجيناه سابقا بالإمبريولوجي هو كان بالحقيقة جنرال إمبريولوجي يعني شعب شون الجنين يتكون شون يتحول إلى طبقات اكتو ديرم وميزو ديرم وإندو ديرم ثم أنه يصبح بفولدينج هذي كنته جنرال إمبريولوجي شلون شعب أنه الجنين يبدي يتكون بصورة عامة بعد طلاب هلسة مننا ورايح راح نبقى نتخصص يسمون شعب سبيشل أو سبيسيفك إمبريولوجي راح نبدي نحكي عن كل سيستم بالجسم شلون راح يتكون من كتلة الخلايا اللي اللي عندنا خلو بك شعب في هذه المحاضرة يعني مثلا راح أراجع لك جنرال إمبريولوجي بعدين نبقى نشوف التحويل من الجنرال للسبيسيفك أو سبيشل يعني أو سموه سيستماتيك إمبريولوجي إن شاء نحن نتحول من الجنرال لكل سيستم شلون إمبريولوجي مالته طلاب هنا عدي ملحوظة مهمة وأساسية وتخليها بعقلك دائما منا ورايح من نبدي نحشة عن سيستماتيك أو سبيشل إمبريولوجي يعني كل سيستم أو كل عضو بالجسم شلون الإمبريولوجي مالته هنا طلاب يعني خلو ببالك تسأل نفسك هاي السؤال إذا أنا ما أعرف العضو هو شنو شنو يهمني أنه أعرف شون تكون يعني إذا أنا ما أعرف الهارت والأناتومي مالته والأعضاء المختلفة مالته شنو راح تفتهم هو شون تكون أصلا يعني خلو بكم طلاب هنا راح نوصل إلى قناعة إذا أنت ما فهم الأناتومي ماكو أي قيمة لقراتك للإمبريولوجي فأنت شعب من خلص الهارت والكارديوفاسكور سيستم إذا أنت مقاري سابقا الأناتومي of the heart عن كارديوفاسكور سيستم بعد ما يفيدك أن نتقل إلى إمبريولوجي فأنتو خلو بكم شاب دائما هنا كلامنا بالإمبريولوجي راح يعتمد على الأناتومي أندي طاب جابر حامد خليج كوية الطب من جامعة بغداد أنا نزال بكم في محارات جديدة طلاب نبدأ مع فكرة أن الجنين هو مكون بالحقيقة من بيضة المخصبة اللي هي الزايكوت اللي هي جاي من الالتقاء أوبوم البويضة زائدين السبيرم اللي هو الحماس المنوية راح يلتقون مع بعضهم يسمون خلية واحدة هاي الخلية الواحدة تسمى الزايكوت راح طبعا تعاني من الانقسامات المتتالية راح تكون لك كرة صلبة من الخلايا تسمى the moriola بعد يطلب هذه الموريولة الخلايا راح تنقسم بها راح يصبح بينهم طائفية خلايا راح تبقى تصير على السطح الخارجي وخلايا تتكتل في الداخل خلايا راح تمثل السطح الخارجي للكرة اللي هو يسمون شابه بلاستو يعني شابه بلاستوسيل هاي الخلايا اللي بالخارج يسمون أيضا تروفابلاست هذه الخلايا سوف تكون المشيمة وهناك التكتل من الخلايا موجودة إلى الداخل يسمى إمبريوبلاست هذا اللي راح يكون لك الجنين هاي طلاب خلوا باكم باليوم السابع يعني بعد تكوين الزايكوت راح تبقى تتحرك هاي البلاستوسيست شوفوا بخلوا باكم هاي تركيب كلية اسمه بلاستوسيست مكون من تروفابلاست وإمبريوبلاست وبالنص أكساء اللي يسمونه بلاستوسيل عم طلاب هذا البلاستوسيست راح يتخلص من الغشاء الخارجي تشوفوا طبقة الخارجية فتتحرر هاي الخلايا اللي هي تروفابلاست وتبقى تتقرب ببطانة داخلية للرحم ثم تزرع نفسها بيها طلاب خلوا باكم ورا ما تزرع البلاستوسيست نفسها في داخل بطانة الرحم هنا الخلايا اللي هي تروفابلاست راح تكون لك المشيمة باللحق طلاب راح تعاني من انقسامات راح تصر بيشاب ميتوسيست تتحول إلى نوع من الخلايا سأتو تروفابلاست بينما هاي الخلايا اللي موجودة بالداخل اللي هي راح تسوي لك الجنين راح تبقى بالداخل حاليا مرح تتطور في هذه المرحلة ان الجنين خلايا صغيرة كمية الخلايا اللي عندها صغيرة فبالتالي من الممكن انه يعتمد على عملية الانتشار ان المواد شاب تنتشر له من البطانة الداخلية للرحم بعمية الانتشار الأكسجين والمواد المغذية تنتشر منها شاب من خلال بطانة الرحم الى داخل الجنين ويمكن يعيش عليه لان عدد خلايا يعني تفيد هاي العملية عملية الدفيوجين تكفيهن ولو هي عملية بتشغيل باكوشوها بتعتبر بطيئة بتعتبر عملية مو افشينت مو خلقة كفوئة لكن بالنسبة لهالعدد من الخلايا هاي العملية تكفي طلاب بعد باليوم بالسبوع الثاني او باليوم الاربع طعش هذه الخلايا اللي هي تروفو بلاس والسايتو تروفو بلاس راح تكون متطورة اكثر وراح تبقى تحاول تسوي تركيب المشيمة بكفاءة اكثر مثل من تشوفون شباب هذه الخلايا اللي هي السايتو تروفو بلاس هي راح يسوينا المشيمة بالاخير وهنا طلاب مثل ما يشوفون وهناك خلايا هذا بالنون الاحمر اللي هينا بالحقيقة اكстра امبريونيك ميزو در شاب خلي بالكم هناك طبقة تكون محاذية للسايتو تروفو بلاس وهناك طبقة شاب تكون بعيدة عنها وبيناتهم فراغ اتمنى شاب تركزون وياي هذه طبقة نسميناها شاب اكسرا امبريونيك ميزو در تكون قريبة على سايتو تروفو بلاس وهناك طبقة بعيدة وبيناتهم فراغ هذا الفراغ هو يسمون الكريونيك كافتي وهو مربوط شوف يعني الكريونيك كافتي جاي عبر جسر من منطقة واحدة فقط هذا هو بالحق راح يسوي لك يعني شاب الحبل السري دخلوا باكم شاب هنا يعني اجداء اقول لك انت هذا هو راح يصير الجنين اوكي وها هي المشيمة وهنا لك حبل سري يربطهما فلذلك طلاب خلوا باكم هذا هو الجنين والجنين هنا مكون من طبقتين يسمونه شاب بالامنر امبريونيك ديسك مكون من طبقتين ابسلاس وهايبابلاس ثم طلاب هذي ابسلاس والهايبوبلاس راح نتعلم مجموعة تغييرات سوف تتحول الى ثلاثة الطابقات اللي هي الاكتودرم ميزودرم and اندودرم بتقدر شاب تتخيلهم انهم مثل الكيكا wollen يعني خلوا باكم شاب بالاسبوع الثالث راح يصير متل اللي هي يتحول الجنين من طبقتين يعني اببلاس انت هايبوبلاس يتحول الى اكتودرم ميزودرم and انددودرم طبه خلوا باكم شاب هذه الطبقات التلاثة راح تكون كل أعضاء الجنين طلاب هسا خلونا نبدأ نحشي عن عملية الـ Gas Relation بالتحديد طلاب لأن هذه العملية مهمة جدا تعتبر الخطوة الأولى لإنشاء الـ Cardiovascular System طلاب مثل ما نعرف أنا وإنتوا أنه إحنا كان عندنا جنين مكون من طبقتهم Two Layers اللي هي Epiplast and Hypoplast طلاب فين هاي Two Layers راح يصر عندنا شاهد مثل ما يشوفون هذا هو طلاب هذه هي تمثل Two Layers يعني أكو ليار جوه يعني مثل ما يشوفون هنه اثنين بس شكلهم مثل ما يشوفون على شكل يعني بالضبط مثل المخروط أو مثل المثلث فإذن طلاب هذه هي قلنا نعتبرها الـ Epiplast وهناك جوها طبقة اسمها الـ Hypoplast شوف شعب هذا تقدر تعتبر هذا باللون الأزرق هو الـ Epiplast وجوها هو الـ Hypoplast لذي تتخيلها في هالطريقة هذي طلاب في الطرف السفلي طبعا من الـ Epiplast راح يتكون أخدود أو مثل ما يشوفون الطلاب أخدود هذا الأخدود اللي هو يمثل في هالطريقة هذي شاب يسمونه شباب The Primitive Groove وطلاب في نهاية الـ Groove هناك مثل الاستدارة أو تكور هذا شباب يسمونه Primitive Groove هذا Primitive Note وفي وسطه نقطة تسمى Primitive Bit هذا شباب هذا الخط يسمونه The Primitive Groove أولا شباب هذا عبارة عن فراغ شباب يعني أنت عندك تخيل شباب هاي صفيحة وبالنص ينزل يصير مثل الأخدود مثل النزلة معناها شباب أن الخلايا سوف تهاجر من الـ Epiplast إلى داخل الـ Hyperplast سوف تهاجر خلايا هجرتين متتاريتين الهجرة الأولى شباب الخلايا سوف تهاجر من خلال الطرفين تنزل اللي جوا فشباب أول ما تهاجر سوف تنزل من الطبقة الأولى الـ Epiplast سوف تنزل للطبقة الثانية الثانية هي الـ Hyperplast ومجرد ان الخلايا شاب تنزل ترتطن بالهايبوبلاست راح تحل محلها ينخلوا شاب الخلايا راح تبقى تنزل من الابيبلاست توصل للهايبوبلاست وتاخذ مكانه فرح تتكون شاب الطبقة الاولى او ما يعرف طبعا بالشاب اندودارم هاي باللون الاخضر اللي هي راح تحل محل الاصفر بس ما شاب الخلايا اجت تهاجراته من الاطراف نزلت اللي جوه وصارت انتشرت حتى تصير باللون الاصفر نبتجي شاب الهجرة الثانية ما للخلايا هاي الهجرة الثانية ما للخلايا طلاب راح تبقى ايضا الخلايا تهاجر ايضا من الطرفين وتبقى تنتشر هالمرة شاب هي باللون الاحمر تسمى الميزودارم نخلوك شاب الهجرة الاولى سوت لك الاندودارم الهجرة الثانية راح تسوي لك الميزودارم والطبقة اللي فوق راح تبقى اللي هي الخارجية تسمى الاكتودارم اذا شاب طبقات الجنين هي بالحقيقة اكتودارم طبقة الخارجية اللي هي كان اصلها من الابيبلاست والطبقة الثانية بالوسط اللي يتمثل الهجرة الثانية للخلالية من الإبيبلاست اللي تسمى الميزودا والطبقة الأخيرة اللي هي الإندودا إذن شابا إحنا نباوع على الجنين حاليا لما ما تتحول إلى ثلاث طبقات صار شابا تراي لاميلار ديسك كوى من ثلاث طبقات هنا شابا راح تشوف مجموعة من التفاصيل على السطح الخارج راح تشوف شابا بالجروف مثل ما هو هنا واضح هنا نأتعدك بريميتف جروف اللي هو بريميتف نوت and بريميتف بت شابا ثلاثة هن يسموهن بريميتف ستريك اسم جامع الهن اللي هو بريميتف ستريك هنا طلاب راح يشوفون مثل ما يشوفون هاي هنا باللون الأحمر هناك التكور هاي طوبة يسموهن نوتو كورد هذا هو عبارة عن قطعة راح تكون لك بالمستقبل شابا يعني تساعد الجهاز العصبي على أنه يندل وين العمود الفقري ويبقي يتكون حوله شابا هنا مثل ما يشوفون هنا بالطرف السيفالك بار بالطرف العلوي راح يشوفون شاب قطعة يسموه شاب باكوفارنجيال ميمبراين هذه راح تكون فتحة الفم وهنا بالنهاية شاب راح في شيء اسمه كولوكال ميمبراين كولوكال ميمبراين راح تكون لك طلاب فتحة المخرج شاب احنا اللي يهمنا بصراحة اللي يهمنا انه احنا بهذه المنطقة اللي هي شاب هذه يعني هذه المنطقة اللي هي على طرفي الباكوفارنجيال بليت او يسموه شاب بريكوردال بليت على طرفيها منا ومنا رح يبقى يتكون بصراحة شاب مجموعة من الخلايا هي رح تسوي لك بالمستقبل الشراعي وهنا يعني شاب الفرونت أوف أو يعني خليوا بقىكم سيفاليك أو سبيرير تو ده بريكوردال بليت أكومانطا تسمى ذا كاريوجينيك إيري هنا طلاب ييدك تفتهم من حتى اللحظة انه شاب انه خلال عامة إن الخلايا انه الجنين مكون من طبقتين رح يتحول إلى ثلاث طبقات وهاي الطبقات شاب بالحقيقة رح يشوفون انه في مناطق معينة من أته مثل الباكوفارنجيال ميمبراين والكولوكال ميمبراين هنا الاندودام والاكتودام مطبوقين مباشرة بدون ميزودام وإن فرونت أوف ذا باكوفارنجيال ميمبراين هناك منطقة تسمى ذا كاريوجينيك إيري شاب لحد اللحظة مثل ما قلنا الجنين هو مكون من صفيحة من ثلاث طبقات الجنين شاب هنا انه رح يعاني من طيات رح يتحول من صفيحة مكونة من ثلاث طبقات الى اصطوانة مكونة من ثلاث طبقات هل جنجز رح يبقى ينطوع على نفسه طوي على نفسه ثلاث طبقات على شكل الصفيحة راح تحاول ان تنطوع على نفسه وصير اصطوانه هذا هو يا شاب خلقكم هذا هو التخيل هذا هو الدياقرام هنا هذا هو الواقع انت عندك بحقيقة هنا صفيحة الأولى باللون الأخضر وعندك طلاب باللون الأحمر هي الصفحة الثانية وباللون الأصفر هي الصفحة الثالثة لقد راح ينطبقون على نفسهم ويقول لك شاب ثلاث أسطوانات هذا الموضوع شاب تخلي بباك بثلاث أسطوانات وحدة جوة الثانية هذا الموضوع كل شبور هذا شاب يسمونه The Folding of the Embryo راح يصير بفولدن شاب تخلي ببالكم ببداية يعني اللاترالي حتى تتحول إلى أسطواني وهالأسطوانة راح تنعوج على نفسها مرتل لخ خلو باك شوال موضوع شوي شوي راح نفتهمها خلال هاي المخاضرة ركزوا ويا طلاب كل الزين نحن راح نبدأ نحكي عن الكارديوفاسكورر سيستم مبدأين طلاب إحنا سوصلنا إلى نهاية الأسبوع الثالث وببداية الأسبوع الرابع لا في في يعني في الأسبوع الرابع بصورة عامة يعني هنا الجنين صارت كمية الخلايا مالته أكبر من إنه الدفيوجين يكفي يعني شاب هنا الدفيوجين بقى ما يكفي خلايا صارنا كل جواي عامية الانتشار ظلت متكفي فهنا ظهرت الضرورة لنظام أكثر فعالية يقوم بنقل الأكسجين والموضوع الغذائية عبر دم يعني عبر الدم أو عبر جسم الجنين نها شاب بس أتمنى تفتهمون إنه الخلايا صارنا كل جواي بعد عامية الانتشار تبقى متكفي فلازم إنه إحنا نطور يعني النظام راي مثل شاب عندك ما طور لازم مجموعة صندات وبداخل الصندات أكو مي بعث يوصل لكل أجزاء المزرعة نفس الشي شاب إنه إنت عندك جنين خلايا كل جواي فتحتاج إلى قلب اللي هو مضخة بالإضافة إلى شرائين يتوصل إلى كل أنحاء جسمه وإلى دم يمشي في داخل تلك الشرائين فإذن طلاب خلوا بكم في نهاية الأسبوع الثالث وبداية الأسبوع الرابع تحديدا في بداية الأسبوع الرابع راح يتكون القلب وهو ثانع عضو يتكون بعد المخ أو الجهاز العصر إذن شاب خلوا بكم هذه الصورة يعني تبدو بالنسبة عننا يعني للوهل الأولى شايفينها قابل شاب بالحقيقة هذا هو الجنين قبل لا يصير بيفولدي هذا هو التراي لها من الردسك لو شوفون طلاب إنه هو هنا نمركز لنا على طبقة الميزودر تشوفون شاب شكلها يشبه حدوة الفرس أو يشبه اليوسل طلاب الخلايا اللي هنا نقعد إنها هذه الخلايا شاب راح تبقى تتمايز تتحول إلى خلايا لها قدرة على تكوين الأوعية والشرائين تسمى NGO generic area أو clusters شاب خلايا لها قدرة على تكوين يعني شاب الـ NGOs اللي هي على قدرة على تكوين الـ Vizels على قدرة على تكوين الأوعية الدموية يعني طلاب بس ركزوا لي هنا على هذه الصورة هاي الصورة نفسها اللي استمع شوفتك إياه هنا أنت عندك خلايا من الإبيبلاس هاجرت إلى الداخل حتى تتحول إلى ميزودرم هاي الميزودرم طلاب دي شوفون ده تنتشر على طول يعني شاب الطبقة الداخلية اللي هي الـ Endoderm ده تنتشر على طوله وده تحاول شاب من هنا يتخيلوا هي جاي يهاجر الخلايا من طرفي الـ Primitive Groove تدخل إلى الداخل تشمل روحها بالـ Groove اللي هو شاب قلبكم الأخدود ده تشمل روحها بالأخدود بعد تنتشر على طول الجنين فإذا شاب هنا الخلايا جاي يتهاجر من هاي الجهة تشمل روحها بهذا الـ Groove وتنتشر على طول الجنين شاب هذه الخلايا من توصل إلى الطرف يعني السفالي إلى النهاية يعني شاب الطرف الرأسية اللي قريبه عن رأس الجنين هنا شاب هذه الخلايا راح تبقى تتمايز تتحول إلى خلايا لها قدرة على تكوين الأوعية الدموية والقلب وخلوا بكم شاب هذه هي أصلا المنطقة راح تكون بها القلب فإذا هي على طرفيها على شكل حرف يو من الجهتين منها ومنها خلايا لا قدرة على تكوين يعني الأوعية الدموية وكذلك خلايا القلب شاب يسموها Angiogenetic Cluster of Cells فإذا طلاب لو نرجع إلى رسمنا مثل ما يشوفون شاب هذه الخلايا اللي هي على شكل حرف يو موجودة على طرفي الجنين فإذا شاب خلوا ببالكم هذه هي خلايا لها قدرة أنه تكون لك بالمستقبل أوعية وشرائين يجي الخطوة الثانية طلاب خلوا بباكم هذا الجنين كان عبارة عن صفيحة راح يبقى ينطعج على نفسه يبقى يندمج على روحه شاب شاب هنا أنا في هذه الصورة هذه الصورة ولو كانت صغيرة شاب شاب هو عبارة عن صفيحة مكونة من ثلاث طبقات راح تبقى تندمج على نفسه شنو معنى شاب انه تخيل وياي إنه أنت عندك حدوة فرس يعني شاب تخيل عندك حدوة فرس راح تبقى تندمج على نفسه ينتخيل شاب أنت عندك صفيحة هذه الخلايا هي انجيوجينيك لها قدرة أن تكون لك يعني القلب ولو عيدة موية راح تبقى شاب تفتر 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 وتندمج على روحه وصر أسطوانة واحدة لذلك أنت تركز وياي بهذه النقطة مثل ما يشوفون شاب هذه الخلايا اللي هي الميزودرم ما تبقى تتمايز وتتخصص وتصبح عبارة عن مثل الأسطوانة قل نقول مثل الأسطوانة شاب مطبوقة من النهاية فدي تطيق أسطوانة على شكل حرف يو خيب باكم شاب هذه الأسطوانة من الداخل هي ليست مجوفة في البداية بالبداية هي مو مجوفة بعدين يصير بها بعدين من الداخل تتجوف يعني خيب باكم شاب هي بالبداية صالدة غير مجوفة ثم تتجوف ولا فترة يعني يعني الخلال البلنة صاح تموت وفي الداخل يصير مجوفة يجب باكم أنه هنا هذا التجمع مع الانجيوجينيك فلستر أو الانجيوجينيك سيلز هذا شاب تخيلوا لمن ما أنه الجنين قبل لا يصير بفولدي قبل لا يتحول من صفيحة إلى أسطوانة يعني لمن ما الجنين بعد صفيحة نها الخلايا على شكل مثل ما شاب على جهتين راح تبقى تلوف لأن راح تحول إلى أسطوانة بعدين تنطبق من تنطبق تصير عبارة عن أنبوبة واحدة فقط فإذن تشوفون شاب الخلايا لو نرجع احنا بالمثال طلا بتخيلوا هنا الخلايا هذه عشق الحرف يو موجود هنا لمن ما يفتر راح تلتقي مع بعضها وتصير عبارة عن أسطوانة واحدة فإذن شاب مثل ما شوفونا هنا بهذه الصورة إحنا كان عندنا يعني الخلايا هذه عبارة عن أنبوبتين كل واحدة بعيدة عن الثاني وفي بادي الأمر هاي الأنبوبة غير مجوافة ثم تتحول إلى أنبوبة مجوافة بعدين شاب الجنين كل ما يتقرب من بعضها كل ما تنطبق مع بعضهم وتصير عبارة عن أنبوبة واحدة هذه الأنبوبة الواحدة شاب هي راح تكون القلب بأكمله شاب هذي يسمونه هارت تيوب هارت تيوب يعني شاب بسرح نحجي عن تفاصيلها ومكوناتها وراح نخصص عليها كلام خاص بها أكثر شي بالمحاضرة الجاية إحنا هنا بس أينكتفتين شاب إنه مثل ما نشوف هنا بهاي الصورة هاي كل واحدة من الأنبوبات وحدة بعيدة عن الثانية تدريجين راح ترتبط مع بعضها وصير أنبوبة واحدة مدموجة شاب خليوا بأكم هنا شنو السبب اللي خلت تيوب ينطبقون مع بعضهم السبب الرئيسي شاب هو بصراحة The lateral folding of the embryo شوفوا شاب هذا lateral folding معناها إن الجنين ده ينطبق على نفسه ويصير عبارة عن أسطوانة هو اللي خلت ده ينطبقون يتقربون على بعضهم يصيرون إنبوبة واحدة فقط تسمى The heart tube طلاب بعدين راح تشوف إنه الجنين مو بس راح ينطوي على نفسه يعني مو بس راح ينطوي لاترالي على نفسه بس ما شون شاب هذا الجنين على شكل أسطوانة صار راح يبقي هاي الأسطوانة تنعوج على روحها أيضا يعني شاب خليوا ببالكم هذا الموضوع في غاية الأهمية ضرورة جدا وهس راح أضعك بعد تفاصيل أكثر عنه في ذلك طلاب لو نبدأ نحجي على محاضرتكم راح نقول Formation of the heart tube and its subdivision يقول لك شاب The missing chymal cells in the cardiogenic area located ventral that are developing baricardial cavity condenses to form angioplastic cord نسميهن إحنا cardiogenic cord شون يقول لك طلاب يقول لك أكو منطقة اسمها شاب هذه الكاردوجينيك أريا هاي المنطقة بصراحة لو تشوف هي موجودة ventral يعني قل نقول هذه هو موقحة هاي طبعا راح تتحول إلى two tubes وهي التيوب راح تصير في داخل هناك كنال وهي الكنال راح تستوي لك شب شاب two endocardial tubes شوف طلاب these cords get cannulized حتى تستوي لك two endothelial heart tube هذا heart tube هذا heart tube هذول الطلاب راح ينطبقون مع بعضهم these tubes if used with each other يعني شاب in cranial caudal direction to form single primitive heart tube هذول الطلاب راح تطبقون من بعضهم شاب شوف هذا الاتجاه it's from superior to inferior أو from the cranial part to the caudal part يعني طلب superiorly to inferiorly راح يكون طريقة ارتباطه شوف شوف however the cardinal ends of the two heart tube failed to fuse with each other as a result the caudal end of the heart tube remained bifurcated خلو بكو شاب انه ارتباطهم مع بعضهم ما راح يوصل للاخير راح يعوف نهاية الهارتتوب مفصولة they will remain bifurcated فلذلك الطلاب يقولك the heart tube forms dilation from the cranial tail and and these as follows طلاب ذولي راح يساوون مجموعة من الانتفاخات من جديد انتا عندك اثنين استوانتين انطبقوا مع بعضهم from superior to inferior نهاية الاستوانتين طبعا راح يطورون راح يساوي طلاب مثل ما يشوفون dilation عددهم خمسة خمس انتفاخات شاب هاي الانتفاخات الخمسة ضروري تحفظهم والتابع كل انتفاق هاذي راح يكون لك بالاخير هي هذي طبعا طلاب الجوهر هاي المحاضرة لان كل واحد من هذن انتفاقات عايز يساوي قطعة من الهارت فيقولك اللي هي طبعا طلاب المثل ما تعرفون هي truncus arteriosus اللي هو من اسم من اسم شاب arteriosus it is the arterial end من هنا طلاب راح تجي الارتريز بكلمات اخرى من هنا راح يتكون الايورتا من هنا راح يرتبط بالايورتا بالاخير هنا شاباب فينس انت او يسموها sinus venus من هنا طلاب راح يكون السبكليفيم فينز والاضافة الى طبعا سوبيل الفيار فينكيلة اللي هنا اهم تو فينز بالجسم اللي تروح الى الرايت اعيد عليك الفكرة انه انت عندك خمس انتفاخات اول انتفاخ راح تجي عند الارتريز لذا كسمنا truncus arteriosus الاخير هو بالحقيقة sinus venus بين اطلاب اكو هذه اللي هي pulpus cordis هذه the primitive ventricle وهذا the primitive اتريز شاب نوعا ما الموضوع واضح هذا مو الفينوس اند هذه وراء اتريز هذه مو هو الارتريز اند هنا الفينتريز بدتشوف هذا هو الترتيب يجب انه تحفظ انه اجزاء الخمسة وكل واحد شرح يكون لك the truncus arteriosus is the arterial end of the primitive heart tube while the sinus venus is the venous end of the heart tube يقول لك طلاب since the fusion of the heart tube is partial لأن ارتباط الهارتتور دولت ناتهم جزئي وليس كامل للأخير in the region of the sinus venus it consists of central parts that communicate with primitive atrium ذا the right and left horns ناشي يقول لك لأن هي الارتباط وليس كامل فمعناها طلاب انه هاي القطعة هي مكونة من جزء مركزي هذا الجزء المركز يرتبط مع البرميتف اتريم اللي فوقه وهذا الجزء المركز طبعا طلاب بمدخلين واحد نسمي the right horn والثاني نسمي the left horn لربما طلاب هاي الصورة تكون ادق يعني مثل ما انت تلاحظون هنا انه انتش عندك عندك هذا هو البرميتف اتريم هذه القطعة هي بالحقيقة شباب the sinus venus وهو مكون من two horns left and right horn فلذلك الطلاب يقولك انه انت شباب it continues with the aortic sac شوف شباب truncus arteriosus هو هاي القطعة رح يشوفوها انه ترتبط مع الارتريز two arteries رح يشوفوها شباب المحاضرات المستقبلية انه احنا رح نحن 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 عن the aortic arches the aortic which one يتكون the aortic sac اللي ايدك تفتهمها من هاي المحاضرة انه truncus arteriosus يرتبط مع the aortic sac او هو رح يرتبط مع the aortic شباب المثل ما يشوفون يقولك it continues with the aortic sac or be right and left horn هاذا قصد the aortic sac be right and left horn اللي انت بعدك ما ما اخلى from each horn of the aortic sac the first pharyngeal arch artery arrays and passes backwards on the lateral side of the foregut to become continuous with the representative dorsal aorta هاي التفاصيل كلية هاي انت حاليا ما فاهمه ما تعرفه لانه ما قارئ عن l-aorta وشون يتكون لذلك انت هسا للدوخ روحك مني بدي نحش عن l-aorta ارجع لك الى هذا السلايد وفهمك كل تفاصيله هسا لأيديك بس تركز به انه انت عندك truncus arteriosus هذا truncus arteriosus رح يرتبط مع l-aortic sac وهذه طبعا طبعا طلب l-aortic sac هو هذا يحتوي على right and left horns زين بنثب ال venus end مثل ما احجينا انه انت عندك منطقة مركزية y sinus venus ويطلع معها two horns شو شاب the venus end represents the venus end of the heart each horn of the sinus venus receive three primitive veins كل جزء من هذن ني الهورن يستلم ثلاث انواع من ال veins الاول اسمه vetteline vein ثاني اسمه amblycal vein والثالث يسمونه common cardinal vein شو شاب هذا هو common cardinal وواحد اسمه vetteline واحد اسمه amblycal من جديد هذا الموضوع بتفاصيله الى محاضرة خاصة بينحجي به اللي اريدك هسا بس تعرفه انه انت عندك truncus arteriosus يرتبط مع اليورتك ساك وبها هذي two horns right and left وانت ايضا عندك venus end اللي مثل sinus venus هي عبارة عن منطقة مركزية تطلع من اعتها two horns ايسر وايمن وهذي رح ترتبط ب venus وواي نحجي عنهم بالمسنق طلاب هسا نركز اكثر بعد بالهارت والبوزيشن مالته وكيف يتطور ايضا شو بخلو باكم اهم مساهم لتكوين الهارت هو يعني ان انطواءات الجنين والسفالو هو اهم مساهم في تكوين الهارت فلذاك طلاب صح هو اصلا من الميزو درم والانجيوجين بس اكثر شيء يساهم في تكوينه هو يعني يعني شو بخلو باكم احنا اخر شيء توصلنا لاخر شيء افتهمناه انه احنا عندنا الهارت راح يتكون في منطقة تسمى الانجيوجينيك ايريا هاي المنطقة طلاب موجودة يعني ان front of the bacopharyngeal membrane او بريكوردال بلاي طلاب هاي المنطقة تسمى بريكوردال بلاي او the bacopharyngeal membrane قلت لك هنا سوف سوف يتم تكوين الفم اللي هي هذي المنطقة شو ب the bacopharyngeal membrane هاي المنطقة قلنا الخلايا راح تهاجر وتكون تتكون هنا وعلى طرفي هاي المنطقة فتسمى the cardiogenic area ان شاء راح يكون the most cephalic part اكثر شيء قريب على الرأس cephalic اكثر شيء هو الكاردوجينيك اريا هاي الاريا راح تسويلك الهارت لذلك اطلاب يقولك the anterior central portion of the tube is called the cardiogenic field او area that is located anterior to the bacopharyngeal membrane او نورال تيوب يعني دي يقولك انه انت الهارت اول ما يتكون راح يتكون anterior and above راح يكون فوق البوكوفرنجيال membrane او البوكوفرنجيال plate اللي تمثل الفم وابوف the central nervous system او نورال تيوب خلو بكم شاء نورال تيوب راح تتكون داير ميدور او حول النوتو كورد يعني شاب خلينا نشوف هاي الصورة يعني لو نباوع على الجنين لاترالي لو نقص لاترالي ونباوع علي نشوفوا شاب هذا هو الجنين يعني شاب خلو بكم هذه هو تمثل يعني البوكوفرنجيال membrane هنا وكذلك هذه شاب تمثل نورال تيوب شاب اذن احنا بالبداية يعني الهارت شاب موجود انتيريار المن لنيورال تيوب يعني شاب خلو بكم انتيريار للبراين وانتيريار الباكوفرنجيال مبراين شاب مكانة بالبداية الهارت اول ما يتكون بالجنين مكانة فوق الرأس لازم هذا يغادر او يهاجر تدريجيا شاب الى ان ما ينزل الى منتصف الصدر يعني شاب خلو بكم انه هذا هو الهارت وهو جاي يسبح من ضمن سائل او يعني فت كابتي تجويق معين يسموه الهارت بالبداية هذا هو رأس الجنين فالهارت فوق الرأس تدريجيا لازم يهاجر ويصر هنا بالوسط ليش راح يهاجر اعتماد على ماذا شون راح يهاجر اقول لك يقول لك هذا هو الهارت اللي هو موجود بالكاردوجينيك اريا اللي هو مكون من راح يكون محاط بمنطقة تسمى الهارت راح يتكون ويبدي اول دقة لهارت نسمحها خلال اسبوع الرابع شاب شنو معناها معناها انه احنا لحد عد الاسبوع الرابع ον حد الشهر الاول اربعة سابيع حدا وشهر الحد الشهر الاول احنا يوصل للاسبوع الرابع يالله نفتهم انه عايش لما الماشي بيصر عندك هارت بيت الام راح تبقى تحاس بي و v راح تبقى تعرف انه نوعا ما حامل شاب يصر بالشهر الاول في نهاية شهر الاول يعني للأم تبدي تفتهم أو تحس بأعراض الحمل إلا قبلها الجنين كلية هي متى تبيه يتكون فإذن شاب خليباكم الهارت بيتنك رح يصير بالأسبوع الرابع ومنعتها رح نقدر نستخدم أجهزة السونار ونعرف إنه هو alive or not قبلها ما رح نقدر نعرف لأن قبلها الهارت أصلا ما متكون حتى نعرف الجنين ميت له طلاب مثل ما قلت لك خلال هذه المحاضرة إن أهم سبب يتكون القلب هو بصراحة كيف إن الإمبريو ينطوي على نفسه زينياتورة إحنا كم فولدين عندنا البساطة طلاب الأول هو ما يعرف طلاب طلاب رح يبقى يندمج على نفسه حتى يصير إسطوانة ثم إحنا عندنا شاب ثم شاب ينطوي على نفسه حتى يصير حرف سي تقولي شون هذا الموضوع فهمني أقول لك شاب رح نستعين بصديق إذا عندنا في هذه العملية شاب متما شوفون هاي الورقة رح تفهمنا الموضوع قريتا هو بيأكملة يعني شوف شاب هاي الورقة لو تبعون هنا أنا بهاي الصورة أو هاي الورقة اللي قدامكم شاب تخيلوا إنه هذا الجنين بعده لما ما هو بلايت أو بعده هو ديسك تخيلوا لما ما هو بعده تراي لامنر ديسك تخيلوا إنه هاي الصفيحة هي بحيقة ثلاثة اللي هو إكتودرم ميزودرم وإندودرم شوفوا شاب عبارة عن صفيحة واحدة والجنين بعده لا يزال أشكل صفيحة وشكله لا يزال ثنائل أبعاد 2D وليس 3D شوف شاب هاي الصورة اللي حيشوفك إنه هنانه هو ثم هنا هو المكون من يعني شاب وكذلك وفي وسطي هنا طبعا طلاب هو هذا البكوفرنجيال ميمبراين فوق هذي الكارديوجينيك وعلى طرفي طلاب هذا هو اليو شيبت هذا عشق الحرف يو اليو شيبت أنجوجينيك كلاستر بعضي طلاب إحنا قلنا راح يصير إحنا عدنا اللاترال فولدينج معنا شون شاب معناها إنه طرفي يعني هاي الأسطوانة العفو هاي الصفيحة مثل ما شوفون شاب طرفيها راح يبقى أن يفترن يعني تو ذاتو لاترال سايتس راح يبقى أن يفترن يتحولن إلى أسطوانة تخيلوا طلاب راح تحول إلى أسطوانة فتشوفون شاب مبدئيا بشوفون إنه شنون إنه إحنا هذي هذي الانبوبة منا ومنا واحدة التقطوية الثانية فإذا شاب طبعا بصراحة هذا اللاترال فولدينج راح يحول لك الجنين إلى أسطوانة مثل ما يشوفون شاب صار أسطوانة هذا الموضوع بصراحة راح يجبر ذاتو أنجوجينيك كلاسترس أنه تلتم وترتب مع بعضها ويسوي لك وان هارد تيو المشكلة شاب هنا هي وين؟ المشكلة هنا يعني بها الاساس راح تشوف صوره خصوص هذا الموضوع صح الجنين صار عبارة عن أسطوانة وخلصنا شاب الانطواء الأول اللي هو يمثل شاب هذا هو أو اللاترال فولدينج باعت طلاب الجنين راح يصر بي شنو راح ينطوي انطواء آخر يسمونه سيفالو كودل لا مو قلنا أن هاي الكاردوجينيك أريا اللي هي الموست سيفاليك بارت وهذا هو طبعا اللي هو الموست كودل بارت راح يصر بي انطواء آخر هذا الانطواء يسمونه سيفالو كودل راح ينطوي الجنين شاب هالطريقة هذي راح يصر على شكل حرفسي راح ينطوي فبالضبط ان هاي الكاردوجينيك اريا اللي كانت بالقمة راح تصر شاب راح تتحول من هنا من كانت بالقمة راح تتحول الى ان ما صار بالنص يعني راح يصر بي شاب تقترب الى الجست شاب خلنا نشوف هذا الموضوع بصور اوضح يعني لو نركز هنا طلاب العفو يعني طلاب لو شوفون هنا مثلا هذا الجنين نشوفون شاب هذا هو الجنين وورا ما صار بي يعني طبعا شاب فولدينج راح يصر بي سيفالو كودل فولدينج خلو باكم طلاب هذي هي المنطقة راح يسول الهارت لشوفون بالبداية هي يم الرأس ثم الجنين راح ينطوي حتى يصر على شكل حرفسي يعني طلاب متل ما حجينا راح يصر بي الانطواءة هذي انه راح ينطوي وصر على شكل حرفسي طلابت متل ما شوفان انا بهذه الصورة فبالتالي الكاردوجينيك اريا راح تنزل الى منطقة تشست راح ينزل من الهارت الى التشست فبالتالي شباب الجنين مثل ما شوفون راح يوصل الى مرحلة انه يكون قطعة الرئيسية ماتة اللي هو الهارت موجود في وسط التشست راح يبقى يتكون وخلو باكم شوف هذا اليوكساك هو راح يكون لك الابدومن وطبعا طلاب هاي المنطقة راح تسوي لك البرين وترتب الجنين وصار كل عضو في مكانه راح ينطوي راح شاب ينزل هو الهارت راح ينزل الى جو كودالي الى الاسفل وفنترالي الى الباطن راح ينزل كودالي وبنفس وقت راح يدخل الى داخل الجنين راح ينطوي فاذن الهارت راح ينزل كودالي وراح يفوت الى داخل الجست راح يوصل طلاب الى منطقة الرقبة ثم تدريجيا الى الثوراسيك ريجين وهذا هو اللي يهمني يعني الهارت شان شاو بتخيله بالبداية أبوف ده هيت كما يشوفون هنانا يعني فوق الرأس الجنين ثم راح ينتقل لمنطقة الرقبة وبعتي راح يدخل الى داخل الجست وهذا احنا نريده لانه الهارت مكانه محاط بالقفص الصدر طلاب خلوا ببعلكم هذا الموضوع كلش مهم وكلش ضروري انه تشتهم ان الاترال فولدن والسيفالو كودال فولدن هو اساسي لتكون الهارت هو راح يسوي لك شاب السينجل هارت تيوب لان نحن كان لدينا كل واحدة هي شاب تيوب على جهه راح ترتبط راح تسوي لك السينجل هارت تيوب والهارت تيوب راح تكون شاب بسبب السيفالو كودال فولدن موجودة موجودة inside the thoracic region أو inside the chest راح يقرب هذني مع بعضا بعدين يندمجون من يندمجون راح يطلع لك السينجل هارت تيوب شوف شاب تدريجين هذي هي راح تدريجين واحدة تقرب عن الثانية راح تصر سينجل تيوب هاي سينجل تيوب شاب للعلم انه هي يعني هاي سينجل تيوب منذ التكون هذي راح تبقى مربوطة بالبوستير جسول عن طريق قنات صغيرون خلي نحكي عنا شاب بسلايت خاص بيه طلاب خلي بالكو بأنه هذين اللي تيوب زتينة تنكروا إذا كانت على جهة راح تنطبقى نصر one single tube وهاي تيوب طلاب طبعا هذي راح تسوي لك الهارت بأكمله هذي single tube راح تسوي لك الهارت بأكمله طلاب هو محاط بمجوعة من الخلايا ومحاط أيضا شاب بالإبيكارديام أو شاب البريكارديام هذا هو باختصار الهارت شباب هذا النبوبة هذي راح تسوي لك الهارت راح نشوفه إنه مربوط بمن الخلف عن طريق يعني فالشي اسمه دورزال ميزودان هذا راح يختفي it will regress لتالي الطلاب the tube grows and is temporarily attached to the wall of the pericardial cavity ولحظيا تشوف شاب temporarily لحظيا راح تبقى مرتبطة posteriorly عن طريق هش نتوء صغير أو إنبوبة صغيرة تسمى هذا دورزال ميزودان أو ميزوكارديام لذلك طلاب هذا الدورزال ميزوكارديام اللي هي هذا القطعة الصغيرة اللي تربط الهارت بما تبقى من الميزودان هي تسمى شباب يعني ممكننا دورزال ميزوكارديام وسوف تختفي it will disappear later on راح تختفي تسوي لك the transverse pericardial sinus طلاب راح تسوي لك إن ما يشبه بالليجمنز مجرد يثبت الهارت بالبوستيار thoracic wall خيباك شباب يعني إن الدورزال ميزوكارديام it will disappear هذا هو اللي قصده بسلايد كليته حسنا طلاب راح نبقى نتكلم عن موقع الهارت المكان مالتوين هذا الموضوع شباب خلوا باكم ستونح الشيطك إياه وفهمتك إياه بس هو نائد أنت عندك وتفاصيل محاضرتك تسألني هي كليتها مطلوبة من عندك؟ أقول لك لا والله صراحة ممكنها مطلوبة من عندك بس هي مذكورة أنا أحب أوضح لك إياها وخلي بالك أنت من راح تنسل تنسل على خطوات أساسية في تطور القلب هاي الأمور اللي ربما تفاصيل تعتبر ثانوية أنت كطالب طلب متهمك لأن ما بيها clinical application نجي شباب لك the position of the heart in relation to the pericardial cavity أنت عندك طلاب مثل ما يعني تخيلوا طلاب هذا الجنين أنت عندك هذا هو يوكساك وهذا هو الأمنيوتيك ساك بيناتهم يعني يقولك في بداية تكوين الجنين مثل ما هو واضح هذا هو الهارت خلفكم شباب الهارت هو كأنه هو superior حتى على البرين البرين هو هذا بالنون الأزرق هذا هو الـ Neural Tube هذا هو اللي يتسوي لك بالأخير الـ Nervous System فهو كأنه الهارت حتى يعني حتى فوق الـ Nervous System أو فوق الهارت وهي تطور الجنين وهي شباب الـ Folding of the Embryo ورما الجنين يبقى ينطعج على نفسه مثل ما يشوفون هذا شباب هذا العميوتيك كافتي بدا ينطعج راح شيصر شباب الهارت وكأنه وكأنه الهارت طلاب راح يبقى ينزل موقعه يعني شوف خلفكم هذا هو المفوظ يصير البرين وكأنه يصير مستوى البرين بعدين وهي التواء يعني الجنين أكثر راح يصير جوه البرين ويأخذ موقعه الطبيعي ينزل احنا مثل قلوبنا جوه المخ مالتنا مو فلذلك يقولك أنه في بداية تكون الجنين بالعكس يكون الهارت أعلى من المخ بعدين يصير مستوى بعدين يصير أصغر من عنده هذا هو الفكرة العامة اللي حابي واضح لك قبل لا يصار التعدك هنا أنا Folding in the head The endocardial heart tube lies in the floor of the pericardial cavity caudal to the septum transversal هذا هو السبتم الترانسفيرسالة يقولك تلقى وراء وراء السبتم الترانسفيرسالة ينبي قوس انطلاب On the top of the body هذا هو شباب الكودال العفو الكرينيال هذا هو شباب سنقول عليه السبيرير هذا هو الشيء القريب على الرأس والمخ والجنين هذا هو السبتم الترانسفيرسالة بالبداية يكون كل شيء قريب علي الهارت تيوب ويكون أصلا البرين وراء After the formation of the head fold ورما تسوها الhead fold مثل ما تلاحظ تغيرت الوضعية كل شيء تغيرت الوضعية The pericardial cavity and the heart tube comes to the ventral to the foregut and the cranium شباب هذا هو الكرينيال فنترال إلي يعني شباب inferior إلي راح يكون أنت عندك هذا هو الهارت فتشباب شباب يلغت ال foregut and the cranium the septum transversal هذا هو راح يصير السبتم الترانسفيرسالة وراء وكأنه هذا الاميوتك كابتي أخذ السبتم الترانسفيرسالة وخلاه على الهارت فعليه الطلاب يقولك أنت with the heart tube lying on the floor of the pericardial cavity During the formation of the heart fold the pericardial cavity and heart tube undergo 180 rotation and as a result the heart tube comes to lie in the floor of the pericardial cavity شباب هذه التفاصيل متهمك حتى تفتهمها أكثر حتى تستوعبها أكثر شباب أتمنى تلاحظون هذه الصورة هذه الصورة وهذه أيضا تشوفون أنه هو بالبداية في بداية الأمر تلاحظون طلاب أنه هذا هو الهارت هذا هو الهارت تيوب وراء الفولدينج الهارت تيوب بخوان يدخل إلى داخل الجسم بخير شباب هذا هو المفروض الرأس مع الجنين نرى يتكون الموخ والعيون والجمجمة الهارت كان فوقها ويا الفولدينج راح يبقى يدخل إلى الداخل حتى يدخل إلى داخل البريكارديم أو يدخل إلى داخل مدياستاينام اللي هو وسط القلب هذا وسط الجنين طلاب من هذا السلايد راح نفتن فتح حقيقة معينة فيما يخص الإمبريولوجي يعني طلاب قال نشوف أنه الإمبريو هو بصراحة نوعا ما أصعب بهواي من الأنتومي لسببين سبب الأول أن الأنتومي علم صالة سنوات صالة آلاف السنين الإمبريو علم حديث أنه نتابع الجنين وشون يتطور والخلال ماته شون تتمايز وشون المواد التفرص حتى تتمايز هذا علم حديث نسبياً مقارنة بالأنتوم الذي حصل له سنوات يعني دعوكم طلاب من العصور الوسطى من أصلا العصور من زمن الفراعنة كانوا يشرحون بالإنسان ويعرفون تركيبه هذه أول نقطة نقطة ثاني طلاب أنا أحب أشبه لأنتوم بصورة بالضبط مثل الصورة أنه أنت عندك مجموعة تركيب المفهوض تعرف كل تركيب هذا يعني مثل قيقول هذا الـ هذا الـ من يمشي يتحرك يصير قريب عليها عظم فهو بالضبط مثل صورة يعني عبارة عن تركيب تابت لا تتحرك أنت مجرد تعرف علاقة هذا التركيب يبدأك سوبيير انفيرير لاترال وين يفوت شي يسوي قريب على يعني تفصيل بينما على عكس الإمبريو شاب الإمبريو هي عبارة عن تركيب متحركة فإذا إحنا قلنا الأنتوم هو صورة فالإمبريو هو فيديو أنت عندك شخصيات وعندك تراكيب أنت تباوع عليها وتشوفها كيف تنضج ويتغير اسمها ويتغير تركيبها ويتغير شكلها فعليه طلاب لذلك هو طبعا الإمبريو التعامل وهي صح أنه ستشوفه أحلى لكنه بنفس الوقت هو أصعب يعني طلاب مثلا أنه أنت خلي ببالك ما تقرأ أي محاضرة للإمبريو إلا أنت قاري أناتومي إلا أنت عندك معرفة واضحة بالهستولوجي فلذلك نعرف عنه إياك أن الهارت هو مكون للطبقات أول وحدة هي الاندوكارديوم هي البطانة الداخلية هي الهارت ثم المايوكارديوم هي العضلات القلب والإبيكارديوم هي الطبقة الخارجية التي تغطي عضلات القلب كيف يتكون لها إياك في داخل الإمبريو الموضوع كل شيء بسيط طلاب في مرحلة اللي صار بها شاب الاندوكارديا الهارت تيوب هذا الهارت تيوب لمن ما أثنيا تيوبز انتبقوا مع بعضهم أوصاهوا انبوبة واحدة هذه طبعا طلاب الانبوبة يعني خلوا باقوا راح تبقى تفرز مواد هاي المواد تجبر المادة اللي جواها انت تتمايز يعني خلوا باقوا باقوا بالضبط واني أشبهها بأنه هاي الانبوبة تريد تنام على سرير تحاول تخلي هذا السرير جلاتيني تحاول تخلي هذا السرير يعني خنقول عليه طري يحتضنها فوقعنا طلاب هاد الهارت تيوب مثل ما يشوفون دا يفرز مواد هذا المواد يخلي الخلايا اللي جواها تتمايز والصير الجلاتينية اكثر يعني شو المادة اللي تحت الاندوثيليل او الاندوثيليل هارت تيوب مباشرة يسموها The cardiac jelly هي عبارة عن مجموعة من connective tissue ايه connective tissue جوا الاندوثيليل هارت تيوب وبعث جواها تبدو مادة اكثر صلابة يسموها the myoebicardial mantle myoebicardial mantle وبعث الطلاب السرير هو نفسه اللي هو the pericardial cavity بالضبط وكأنه the endocardial heart tube يريدينام على سرير السرير من شو مكون؟ مكون من خشبة السرير هنا هو نفسه تخلي فوقه مندر أبو السبرينك وتغلفه بشرشف بسيط مو؟ ثلاث طبقات طبعا انا كل شي اكره هذا التشبيه لانه يجبك اصلا تتنعس وتنام يعني انه نقرأ محاضرة بها هواي معلومات وداحشي لك على السرير والنوم والفراش والشرشف فالتقبول تتنعس مثل اجاء ركز وياهي كل موضوع هذا مهم وحلو بنفس الوقت انت عندك سرير هذا السرير يعني انت تخلي فوقه مثل ما قلنا مندر فوق المندر انت تخلي شرشف في ذلك الشرشف ورح شي يكون منه the cardiac jelly جواها منه the myocardial mental اللي هو مثل المندر واخر شي طبعا السرير هو نفسه اللي هو راح نسميه the pericardial cavity طبعا طلب راح ال endothelial heart tube راح يشمر روحها على السرير راح سرش به يحتضن ال endothelial heart tube من كل جهة مثل ما راح يسوي لك مجموعة من الدوار تلاحظون بالضبط يعني وكأنه يحتضن مثل ما تلاحظون فالذلك يقول لك these heart tube these layers develop as they follow ايش عندك انت؟ عندك the splancopluric mesoderm on the dorsal aspect of the pericardial cavity proliferate and become thick to form the myocardial mantle طلب the splancopluric mesoderm هذا موضوع هذا كلمة splancopluric mesoderm تركه اللي الدوار اخروحك بي وشون اجت اعرف انه هو عبارة عن مجموع من الخلايا الميزودرم هذه موجودة جو ال endothelial heart tube بالمستقبل راح تعرف هي شنه اصلها هذي عموا انه انت شايصر عندك طلاب which invents the front and the sides of the endothelial heart tube يقول لك في هذه النقطة heart tube is separated from the myocardial mantle by يعني طلاب cellular gilatinas connective tissue يقول لك انت عندك endothelial heart tube داخل cardiac jelly اللي هي مجموعة connective tissue داخل connective tissue انت عندك ما يعرف بال myo epicardial mantle هذه myo epicardial mantle ماذا اصل له هو بالحقيقة هذه splancopluric mesoderm هذا splancopluric mesoderm لدى اخروحك به شنه اصله ومنين اجيه بعيدت طلابين مجرد انه يدخل ال heart tube سيبقى حيطون به ثلاثتهم من هذا الطلاب ما يقول لك بناء على هذا التسربل مايو كارديام من يحتضلهم ستتحول الى مايو كارديام هذا مايو ابي كارديام مايو ابي كارديام يعني ما يقول لك مايو كارديام مايو كارديام والثانية سيصير بختي هاي اللونة اصفر هذا السرير هو نفسه شوف هذا رح يشكل ما يعرف طلاب بالبري كارديام اللي احنا اذا ماخذين اناتومي اذا قارين هستولوجي قلنا البري كارديام هو شموشة طبعا شغاف القلب البري كارديام هو بالحقيقة طلاب مكون من طبقتين طبقة اللي هي سرس والثانية هي فايبرس لذلك انتو تشوفوه انه هو من دين طعش دي كولك طبقة تلاسق القلب والثانية شباب يسموها طبعا فيزرال والطبقة البعيدة اللي هو شباب يعني يسموها برايتل عموما احنا ناخذ الموضوع اللي يهمنا هي دكت عرفة انه اليندو ثيليال هارت تيوب رحشي يسوي لك اليندو كارديام هذا امسي كيوات هذا تجيك فراغات أو تجيك ماتشن كاردياك جلي زائدا مايو إبي كارديام مانتل سوف يسوي لك مايو كارديام والإبي كارديام يبقى انت عندك هذي ذا ذا بيري كارديال كابتي الهارت من يدخل بنصي راح تحتضنك مثل ما نشوفه راح يبقى انه هو مكون من طبقتين وحده فيزرال وحده برايتل موسيقى